لو عاد بك الزمن من تاني تاخد نفس القرار أنك تحاول تشوف فرصتك في مكان تاني ولا كنت تتحارب على الفرصة لا أبالله مش كده يعني يعني لو يرجع بي الزمن تاني يمكن أنا أقولتها في أكتر من مرة استحالة كان الوحيد يتحرك من يدي الأهل يمكن أنا كان الوحيد يعني بعيد عن زميلي أنت اللي ترطت كان فيه فرصة أن أنا قادر أطلع عارة كان الكابتن على عبدالصادق موجود يمكن كان قاعد لحد آخر يوم في الكدية محمد ففضل وراي عشان أطلع عارة أو أن أنا ما كان رامي ربيع راحل ببرتغال أن أنا يبقى لي فرصة أن أنا بقى متواجد ما تقيتش في القايم عشان يضمنح وقل رامي فيمكن شوية كان بقى عارف اللي أنا كنت بحكي لك عليه كان ظروف البلد صعبة وأن أنت إحنا كنا بنشارك مثلا الكرة كلها وقفة في الفترة ديت وإحنا الوحيدين اللي بنلعب أفريكيا مظبوط فأفريكيا كمان كنت على طول يعني عارف العدد قولي الأول اللي بيلعب أنت ما عندكش دوري ما فيش روتيشن كتير فكان خلاص هو الحداش اللعيب مثلا اللي بيلعبه وتغيرينتين تلاتة كل ماتش وخلاص والسنى خلص كانش فيه خمس تغيرات كمان أهما بالضغط أنا أقولك اتنين تلاتة كمان وغير كده وكده ما عندكش بطولة تانية محمد فخلاص فأنت ردي يعني اللعيب اللي بيلعب بتقدر تاخد الاستشفى بتاعه كامل ويقدر يبقى متوجد الماتشي البعض ما فيش روتيشن كتير فيمكن ده ده أنا بقى كنت أحس شوية أن أنا لأ كاي زي ما أنت بتتكلم لما تبدأ طبعا مع كابتن أبو تريكا وبركات ومتحب وكابتن واي يعني مش عايز أقولك الأسماء كلها كتعاملة إزاي معنا فأن أنت تبدأ مع الجيل ده وانت تلعب وتظهر مصر كلها كانت يعني مستنية أحمد شكرا هيبقى يعني قد كده عشر مرات يمكن الظروف ما تخدمكش فكنت أنا عندي بقى حتة أن أنا نفس ألعب وأشارك بصفقة سيئة فعشان كده هو ده اللي خدتكار لكن لو تقولي دلوقتي يرجع بيك الزمن تاني أقولك لا أعمل زي ما الناس كلها بتعمل دلوقتي اللي ما عندهش فرصة بيشارك في ندي بتاعه بتعمل إيه يمكن أنا جرأ عملتها وتلاعت تلفونات بانسويف إعارة لو معرفش تفتكر ولا ألا فاكر طبعا تلاعت الحمد لله رح تسموحها بالزبط لا تسموحها كنت خلاص كنت خدت قرار لمشيت آه بالزبط لكن حتة الإعارة يمكن أنا رح تترفونات بانسويف قديت موسم أكتر من رائع ورجعت تاني شارك فلو كانت يعني عملت نفس القصة دي سنة مع التانية ممكن تلعب برا وبعد كده تبقى موجود في ندي ده ليه كان زمان الواحد دلوقتي موجود يعني من كبت الفريد بس هي خلاص الكرة في الأول في آخر نصيب والحمد لله على الواحد وصله يعني الحمد لله في التوقيت ده الجيل بتاعك وكان ظروفه مختلفة شوية يعني ساعة سمير كان موجود بس كانت فيه تغييرات في الدفاع فقدر يحط نفسه مع واقل جمعة ومع المجموعة اللي كانت موجودة عكس شكري وعكس عفرته وعكس شهاب يمكن شهاب خادم أطشاط برضو بس وجد صعوبة لأن في التوقيت ده أنت تتكلم في لعيبة كانت يعني أساسيين في المنتخبات طبعا مين كان وقتها في المركز بتاعك بص لأ يمكن أنا وشهاب أكتر اتنين شاركنا يعني في بدايتنا شاركنا مع الفريل الأول بصفة أساسية تمام يمكن ساعد خد وقت شوية ساعد عكسنا بقى يعني ساعد عكسنا يمكن أول سنتين تليع عارة تمام وإحنا اللي كنا موجودين في نادي الأهلي كملنا شوية فساعد بقى ده لك أتكلمك فيه تليع عارة هنا تكسب خبرات تكسب خبرات هنا الحد ما كابتن واقل مثلا اعتزل وإحمد السيد برضو نفس القصة يعني خلاص مشي من نادي الأهلي فخلاص فبقى هو يعني هو الوحيد اللي يعتبر في جيلنا اللي ما شاركش بدري معنا بس هو اللي استمر بعد كده في النادي الأهلي فترة أعارته جاد بالفايدة عليه حتى لما انضم للأهلي وفوق الجمعة في آخر سنة أو سنتين لي كان جايز هو الأهلي بالصف التاني يبدأ سعد بعد رحيل أو اعتزال لو تفتكر يا محمد نفس القصة دي حصلت بالضبط مع عبد المنعم النادي الأهلي صح استفاد بي ان هو تلع سنة خلاص خبرات مصر كلها كلمة على محمد عبد المنعم في سموحها مظبوط بعد كده السنة اللي بعدها الأهلي ما استناش قطع الأعارة ودلوقتي محمد عبد المنعم عمل مواسم في النادي الأهلي أكتر من هيلة فراح ايه راح احترف فده اللي بقولك عليه كان شوية الواحد يعني ما فيش النبج اللي الواحد فيه طبعا دلوقتي طول بص في المجال الكورة محمد طول ما انت موجود فيه كل يوم بتكسب بتكتسب خبرات خبرات فيمكن اه يمكن واحد كان صغير شوية وانا كمان والواحد صغير كان الواحد كراراته يعني عارف انت بتاخدها من غير ما تفكر شوية لكن دلوقتي لا الحمد لله بقى لحد ما الواحد ايه بيفكر بالعقل أكتر من يعني عارف من العطيفة شوية